إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنني أشكر هذه الدولة التي أتاحت لنا هذه الفرصة لنجتمع بهذه الوجوه المشرقة الطيبة كما أشكر على هذه البلدة سمارة على تيسير هذا اللقاء بهذا التنظيم البديع الحسن وهي أول فرصة نلقاكم فيها وأسهل الله تعالى أن لا تكون آخرة عنوان هذه المحاضرة كما اختارها إخوانكم ننظمون لهذا اللقاء المبارك هو وسائل تحقيق أمن البلاد واستقرارها وسائل تحقيق أمن البلاد واستقرارها بادئ ذي بدء فإنني أتكلم عن الأمن وضرورة تحقيقه بل هو مطلوب في الكتاب والسنة وفي الكتاب هناك صورة صغيرة تحفظونها جميعا إن شاء الله تعالى جمع الله تبارك وتعالى فيها بين أمرين ضروريين في كل أمة ألا وهي قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والشاهد قوله تعالى وآمنهم من خوف فأمر الله تعالى عباده أن يعبدوه لأنه حقق لهم أمرين عظيمين هما مطلبان لكل آدمي الرزق تحقيق الرزق وتحقيق الأمن تحقيق الأمر جزين لك شكرا